الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة مدة دورتها سبعة أيام في الغالب وفي اليوم الرابع والخامس طهرت وصلت وصامت ثم نزل دم في اليوم السادس فما حكم صلاة اليوم الرابع والخامس الحمد لله إذا كان صلاتها في أثناء دورتها مبني على رؤية الطهر الكامل إما الجفوف الكامل أو القصة البيضة فتعتبر صلاتها واقعة في وقتها يعني في وقتها الذي يجوز إقاعها فيه لأن تحريم الصلاة على الحائض إنما هو معلل بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا ارتفع ذلك الدم ورأت المرأة القصة البيضة أو الجفوف الكامل فإنها حينئذ يجب عليها أن تصوم وتصلي فإذا رأت الدم بعد ذلك كحال هذه المرأة دورتها ستة أيام ثم رأت الدم مرة أخرى في اليوم السادس إذا رأت الدم مرة أخرى في وقت محكوم عليها بأنه عادتها فحينئذ تعتبره نفس الحيض الأول ليس حيضا جديدا وإنما تعتبره نفس الحيض الأول لأن المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس فإذا كان مجرد الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا فكيف بعودة الدم في نفس أيام العادة الشهرية التي اعتادتها هذه المرأة فلا جرم أنه بقية من حيضها الأول وربما يكون هذا بسبب بعض الأمور التي تتناولها المرأة من الحبوب المؤخرة للحمل أو بعض العلاجات النفسية أو غيرها ربما تفعل ذلك يعني تضطرب عندها دورتها بسبب ذلك أو بأسباب أخرى الله أعلم بها المهم عندنا في الحكم الشرعي أنها إذا رأت الطهر في أثناء دورتها فيجب عليها أقصد الطهر إما بالقصة البيضة أو الجفوف الكامل على مدار يوم وليلة فإنها حينئذ تعتبر نفسها طاهرة فتصوم وتصلي وتحل لزوجها فإذا عاودها الصفرة والكدرة أو عاودها الدم في أثناء أيام حيضها كحال هذه السائلة فإنها تعتبره بقية الحيض الأول لا تنشئ به حيضا جديدا وإنما هو بقية الحيض الأول وصلاتها واقعة في الزمن الذي تصح فيه ولا بأس عليها وجزاها الله خيرا على حرصها والله أعلم ترجمة نانسي قنقر